السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكارباء إلكتريك سأتحدث في هذه الحلقة عن موازنة الأحمال من الناحية التقنية وطبعا عندما نقول تيزان أو موازنة الأحمال الحديث هنا يخص الشبكات أو التركيبات التي تعتمد على ثلاث فازات أو ثلاثية الطور كنت سابقا وضعت بعض الحلقات لدراسة تيزان أو موازنة الأحمال في حلقات مفيدة جدا يمكنكم مشاهدتها من وصف الفيديو أو من شاشة نهاية هذه الحلقة حتى لا أطيل عليكم كل روابط الحلقات والمصادر المعتمدة ستجدونا فيه الوصف لنرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح أولا سأعرف ما هو التركيب ثلاثي الطور المتزن والتركيب ثلاثي الطور الغير متزن عندما يكون لدينا تركيب كهربائي ثلاثي الطور ونقوم بقياس شدة الأمبير للفازات الثلاثة أثناء تشغيل الأحمال ونجد أن قياسات الأمبير في كل الفازات متساوية أو متقاربة جدا نسمي هذا التركيب بالتركيب المتزن أو المتوازن وعندما يكون لدينا تركيب يوجد اختلاف وفرق كبير بين الفازات الثلاثة في قيمة شدة الطيار نسمي هذا التركيب بالتركيب الغير متوازن أو الغير متزن من حيث الأحمال إذن اتزال أحمال لديه علاقة بقياسات شدة الطيار الأمبير لكل فاز والتزال الأحمال لابد أن نقوم بتشغيل كل الأحمال لنقوم بدراسة تركيب هل هو متزن أو غير متزن لماذا التركيب المتزن هو جيد لنا والتركيب الغير متزن أو غير متوازن سيء وغير مرغوب فيه من الناحية التقنية سأعطيكم مثال بصير لأحد الإيجابيات التركيب المتزن وفي نفس الوقت سنتعرف على أهم سلبيات التركيب الغير متوازن لدينا جهاز حماية كهربائي ثلاثي الطوار على سبيل المثال لدينا فاصل رئيسي لتركيب كهربائي ثلاثي الأطوار هذا الفاصل قمنا بضبط قيمة شدة تياره مثلا في 20 أمبير على سبيل المثال هذا يعني أن الفاصل سيسمح بمرور 20 أمبير فقط في كل فاز على حدى يعني أكبر قيمة يمكن أن تمر في الفاز الأول هي 20 أمبير وأكبر قيمة يمكن أن تمر في الفاز الثاني هي 20 أمبير وأكبر قيمة يمكن أن تمر في الفاز الثالث هي 20 أمبير إذا تخطط قيمة أمبير أحد الفازات أكثر من 20 أمبير سيفصل هذا الفاصل التيار الكهربائي انتبهوا في أحد الفازات فقط إذا تخطى الحمل الفاز واحد فقط 20 أمبير سيتسبب ذلك في فصل التيار وقطع الكهرباء على كل الفازات يعني بصفة عامة من طرف الفاصل ثلاث الأطوار هذا واضح جدا لكن شاهدوا معي هذه الحالة لدينا الفاز الأول قيمة شدة التيار الأحمال المرتبطة به هي 18 أمبير وقيمة شدة التيار الأحمال المرتبطة بالفاز الثاني هي 8 أمبير وقيمة شدة التيار الأحمال المرتبطة بالفاز الثالث هي 4 أمبير يعني الحالة الأولى لدينا تركيب غير متوازن أو غير متزين من حيث الأحمال طبعا في هذه الحالة لن يفصل هذا الفاصل التيار الكهربائي لانه لا يوجد لدينا حمل اكبر من 20 امبير يعني هذه الوضعية هي جيدة الى حدود الساعة الان ساعمل على اضافة جهاز او حمل بقيمة 3 امبير احادي الطور بشكل عشوائي قمت باضافته في الفاز الاول الذي قيمته هي 18 امبير الان لدينا الفاز الاول اصبحت احمال المرتبطة به هي 21 امبير ماذا سيحدث هنا سيفصل الفاصل الرئيسي التيار الكهربائي لانه هناك حمل زائد على الفاز الاول وتخطت قيمة شدة التيار امبير 20 امبير يعني اصبحت 21 امبير في الفاز الاول اذا يجب علي اضافة 3 امبير في الفاز الثاني او الفاز الثالث حتى لا يحدد تجوز في قيمة الحمل القصوين مسموح به من طرف الفاصل الرئيسي والتي هي 20 امبير يعني في هذه الحالة لدي فاصل رئيسي مضبوط على قيمة 20 امبير لا يمكن ان اضيف حمل اضافه بقيمة 3 امبير فقط في احد الفازات يعني ممكن ان اضيفه في فاز الثاني والفاز الثالث لكن يمنع علي ذلك في الفاز الاول حتى لا يحدد هناك فصل التيار الهامش المسموح به لاضافة الاحمال هنا هو للوصول الى قيمة 20 امبير دون تجوزة هي 2 امبير فقط للفاز الاول و 12 امبير للفاز الثاني و 16 امبير للفاز الثالث الان ساعمل على حل مشكلة واضع توازن لنفس هذه الاحمال لدينا مجموع الاحمال هنا هو 30 امبير يعني 18 امبير زائد 8 امبير زائد 4 امبير تسوي 30 اذا قمت بقسمتي على 3 ستصبح لدينا 10 امبير يعني ساقوم بوضع 10 امبير في كل فاز يعني الان انتقلنا من تركيب غير متزن الى تركيب متوازن من حيث الاحمال الان لو اضفنا قيمة 3 امبير لاي فاز هنا من الفاز الثلاثة بشكل عشوائي لن يحدث فصل من طرف الفاصل الرئيسي اما الحلو الاولى وهي حالة تركيب غير متوازن كان لابد لنا ان نضيف حمل 3 امبير فقط في الفاز الثاني او الثالث ويمنع علينا اضافته في الفاز الاول حتى لا يحدث لنا فصل التيار من طرف جهاز الحماية اذا وضع توازن للاخمال يجنبنا المشكل الذي حدث في حالة عدم التوازن او الحالة الاولى وايضا لدينا هنا هامش 10 امبير في كل فاز يمكن اضافة احمال 10 امبير في كل فاز من الفازات الثلاثة بشكل عشوائي دون ان يحدث فصل في التيار بينما في حالة عدم اتزان تم فصل فقط بعد اضافة 3 امبير فقط في احد الفازات اي الفاز الاول اذا اتزان الاحمال يمكننا من اضافة احمال اضافية باريحية وسهولة ويجنبنا الفصل الكهربائي بسبب الحمل الزائد ويضمن لنا سمرارية التشغيل ايضا وانتم ترحدون انه نفس الاحمال لدينا يعني لم نغير الفرق هو ان الحالة الاولى كانت غير متزينة وموزعة بشكل عشوائي ام الحالة التانية هي متزينة وموزعة بشكل عشوائي بين الفازات الثلاثة الان ما هي العوامل التي تؤدي الى عدم توازن او اتزان الاحمال حتى نتجنب ذلك هناك عدة عوامل منها اولا كما قلت قبل قليل التوصيل العشوائي في الشبكة تلاتية الاطوار خصوصا للاجهزة احادية الطور لان الاجهزة والالات تلاتية الاطوار هي متزينة تلقائيا او داخليا يعني لا بد من الانتباع عند توصيل الاجهزة احادية الطور في الشبكة تلاتية الاطوار وتوزيعها بشكل متساوي على الفازات الثلاثة حتى نحقق توازن او تساوي في الاحمال ولا القيام بذلك بشكل جيد لا بد اولا ان نقوم بقياس شدة الطيار او بحساب وتقدير الاحمال ومعرفة قيمة شدة الطيار كل جهاز يمكن توصيله ايضا هناك عامل اخر وهو تقادم الاجهزة او تآكل او تقادم الشبكة او التوصيلات يعني حتى اذا وضعنا توازن في التركيب لا بد من مراقبة ذلك باستمرار لان تقادم الاجهزة يزيد من شدة الطيار مع مرور وقت وحتى الاسلك والموصلات تتأكل وتهتري وهو ما قد يسبب في اختلال التوازن في التركيب مع مرور الوقت هناك ايضا عدة سلبيات لعدم اتيزة الاحمال عندما يكون لدينا فاز لديه تحميل زائد بقيمة كبيرة على باقي الفازات الاخرى ترتفع درجة حرارة هذا الفاز وهذا يؤثر سلبيا على الالات لاتية الاطوار مما يؤدي الارتفاع درجة حرارتها وتقصير عمرها الافتراضي لاحظوا ان تأثير عدم اتيزة الاحمال الذي يتسبب في اجهزة احادي الطور يضر بالاجهزة تلاتية الاطوار الموجودة او المرتبطة معهم في نفس الشبكة او التركيب بالاضافة لاضرار عدم اتيزة الاحمال على الكونتكتورات او اجهزة تحكم تلاتية الاطوار ايضا مثل اوفرلود او رولي تيرميك اذا ما هو الاستنتاج الذي يجب علينا معرفته من هذه الحلقة بصفة عامة الاستنتاج الاول هو ان توازل الاحمال يجنبون بصفة اكبر فصل التيار من طرف اجهزة الحماية بسبب الحمل الزائد ثانيا اتزال الاحمال يمكننا من اضافة احمال كهربائية اضافية اكبر من حيث قيمة شدة الطيار ثالثا توازل الاحمال يضمن استمرارية في التشغيل وهذا من اهم مبادئ الانتقائية في الحماية الكهربائية رابعا توازل الاحمال يحافظ على المعدات والالات تلاتية الاطوار ويطيل من عمرها الافتراضي ايضا اتزال الاحمال يشكل حماية وقائية لاجهزة احادية الطور في حال القطاع نيوترال لمزيد من التفاصيل شاهدوا هذه الحلقات الموجودة في الوصف اذا توازل الاحمال مهم للحفاظ على كفاءة النظام الكهربائي ويحافظ على الطاقة ويكلل تكاليف الصيانة ويقلل ايضا من التشويش والتدبد في التيار ويحمي الاجهزة اريد تنبيهكم ان وضع تساوي في الفازل الثلاثة او توازل بشكل كامل هو صعب جدا خصوصا مع تواجد الاجهزة احادية الطور في التركيب لكنه يعني ممكن ايضا ان نقوم بتقريب القيام يعني دائما محاولة تقريب في القيام الاحمال وتوزيع بشكل مناسب يكون ذلك جيد حتى يكون هناك التزان او شبه التزان يعني هو تزان او شبه التزان يعني هو جيد الى هنا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة دمتم بخير والى اللقاء